السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود احمد اليوم ان شاء الله هنتكلم عن design tips حاجة كده يعني اشبه ما يكون باليو اكس بس خاصة بالدسكتوب انا مش قوي ايو اكس ولا حاجة بس انا بتكلم من واقع خبرتي بس يعني دسكتوب عملت مشاريع دسكتوب كتير ففي مرة بتغلط في مرة اللي عمل بيولته بتعديل في مرة بتحس ان فيها البرنامج تاكله مش عجبة ففي حاجات كتير كده فانا قلت الخص لك الموضوع في كم نصيحة صغيرة كده تاخد بالك منها وانت بتعمل التزاير تمام؟ تعال نفتح التزاير اول حاجة خالص تعالي في البروبرت ايديتور ده وده مجرد حاجة عادية خالصة اول حاجة خالص اكارية حاجة اكارية حاجة اكارية project هجيب كيوم من وده لو لاحزت و احنا بنتكلم قبل كده تعالي نفتح ملف text واكتب لك فيه العشر نصايح دو اول تسع نصيحته اول حاجة خالص تاخد بالك منها لازم تستخدم icons ما تعملش المشروع بتاعك كله ومجرد buttons وحاجات اللي هي الزرائر وخلاص فادي كده حاول دايما تستخدم icons والايقونز دي تكون معبرة وده هتفرق معك جدا 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 احنا شوفنا قبل كده الدرس بتاع ده ملف لسه مفتوحه ازاي بتضيف icons و images للمشروع بتاعك فدايما استخدم icons ودايما تبحث عن icons واتجبهم خلوهم دايما قريبين من بعض يعني لو هتمشي القاب كله اسود فكل الايقونز تبقى اسود طيب لو انت مش عارفت تخلوهم اسود تحطوهم على الفوتشوب وغير لونهم غير لونهم لأي لون انت عاوزوا دي مش معضولة ايه انت غير لون فدايما نستخدم icons الايقونز اللي هي بتكون صور معبرة جدا الصورة بتعبر عن الكلام بكتير فتستخدم دايما نستخدم icons ده اول حاجة ثاني حاجة خالص اعمل flat design يعني ايه flat design flat design يعني خلي كل حاجة هادية كده ومتعملش لما تجيش مثلا بطن بتعطوه بوردر كبير جدا فتخلي شكله كده متضخم كده لا خلي كده كل حاجة simple شوفت الوب سيدس المواقع اللي زهر اللي هي موجودة اليومين دول اللي بتلعم قاموا لها flat design بصوته كده ال flat design دايما بتحس شكله كده بيريح النظر اصلا يعني لو فتحنا google images وكتبنا مثلا flat design شايف الصور عامل ازاي كلها يعني مثلا ده شايف الصورة كويسة جدا نروح ليك للنظر وتلاقيها معبره طبعا الصور دي معقولة بال infographics بس انت مثلا ده برنامج او اب flat design شايف الايكونز شايف هو مستخدم ايكونز في كل بطن في ايكونز مستخدم الالوان بطورة كويسة جدا فده flat design هتنزل تحت هتجيب اي تانية مثلا اي حاجة تانية مثلا دقابة لو لاحظت شايف كل بطن من دول مفصد ايكونوا الأيكون فهو ال flat design كله ايكونز ما انت ما انت مثلا شايف كل ال apples ايكونز مبنيه على الايكونز واستخدام الالوان كويس فهو ده ال flat design وتلاقي كل حاجة بسيطة ما فيش حاجة هنا متضخمة يعني مثلا تدريهم كلهم نفس المستوى الصورة لسه بتحمل اتلاقي كلهم نفس المستوى ساقف لدي شاكره قويسة فحتلاقي كل اول مثلا ال profile شايف كل حاجة شايف ال design مفيش فيه بوردرز كبيرة مفيش حاجات عاملة الليزين كله بسيط شايف كله بسوء بعضه كده هو ده الفلاتزر ان الحاجات تبقى قريبة من بعضها و اشكلها كويس فحاول دايما انك تخلي الاب بتاعك كويس يعني مثلا برنامج دولود انا حاولت على الدماغ اللي كده لو لاحظت هم كلهم شبه بعض الايكونز دي كلها غمقه والايكونز اللي في الطرف دي سودة ولما بتعمل هفر عليها بيعصب عليها افكتو معان بوردر بطريقة كويسة ونفس المنظر والاب كله قبيت في سود بس ومتحطش خمسين لون فهو كده ده يتخلي البرنامج بروح للنظر كويس جدا معه كل دول حاجات حسية كده يعني هتلاقي البنات فيها كويلا لو استخدام الالوان وكده اول حاجة فابتاني ثلاث حاجة ميكت سمبل يعني لما تاجت يعمل اب ما تعقدش كل حاجة يعني يعني ما تحط ليش بطن والبطن ده بيفتح على وندو والوند دي تفتح على وندو تاني وليه كل ده طب ما انا ممكن استخدام مثلا تاب بانال وعمل فيها اللي انا عاوزه يعني فيه فيه طرق كتير ان انا عامله فما تخليش البرنامج معقد البرنامج ممكن يكون بيقوم متاسكس كتير جدا بس اليو اي بتاعته سمبل وبسيطة خالص وليه اي يوزر حتى لو لسه بدي يستخدم الايب بتاعك يعرف يدخل ويتنقل من مكان لمكانه يعمل كل حاجة وبعدين استخدم الطولتيب يعني ما انت حاس حتى معانا اليوزر مش عرف ما اعمله طولتيب قوله هنا هتعمل كذا هنا هتساوي كذا فالطولتيب هتساعدك جدا يعني خليك فاكر دي طولتيب مفيدة جدا يعني لو انت عندك يو اي حاجات كتير متعقدة في بعض حاول انك تقسمهم دي بقى انا هورها لك بمثال عد وقت عالدزاينر ليه عشان الخطر دي كانت مشكلة او معدولة ليه فترة جدا تعال الوقت احنا كاريتنا قابها مفرض ان انا كاريت قاب والمشكلة دي هتواجهنا لعلمك يعني في القاب بتاع العربيات اقف قدامنا مشكلة زي دي بالزبط انا كاريت تقاب القاب داد الوقت انا عند العربية ااخد معلمات العربية وااخد معلمات الوقود بتاعها وااخد معلمات السيطانة بتاعتها واخد التقرير اليومية بتاعتها وكل حاجة طيب الحاجات دي اصلا انا انا عاوز اصيبها في اليو اي واليوزر اعرف تنقل من مكان لمكان فما ينفعش كل واحدة من دول تفتح لي وندو جديد الاقي بطل اضغط عليه فتح لي وندو تاني لا ما ينفعش طيب انا عاوز اروح يودو تاني اضطر اقفل دي وارجع اروح للتاني طيب لو انا ما افلتاش يصيبها مفتوحة بان افتح خمس ست تبات عشان امنج لأ انا عاوز الموضوع يبقى سهل فعشان اسهل عليها حاجة دي فانا هابدأ استخدم تاب ودجت اليوم مجرد تاب هجيب تاب ودجت ايه وقام انا اوم جاي فرد كده دي حاجة كويسة وحطت انا لتاب فانا دلوقتي مفتح هنا العربية معلوماتها عاوز اروح للوكود اقوم ضغط هنا بيت انا في الوكود عاوز اضيف تاب تاني والله اوم جاي insert page افتش كارنت يبقى عندي ثلاث تابات اهما يبقى انا دلوقتي هنا في العربية هنا الوكود انا بروح للصيانة وبعد ان اقل براحت الموضوع بقى بسيط خالص بقى سامبل ان انا دلوقتي بدلما كان عندي حاجة كتير معقدة انا عملتها في ويندوز كتير انا عملتها في تاب ويدجت اللي هو قد تعتبر ويندو 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 ومفتحين جنب بعض زي ما تكون فاعتها في تابات في المتصفح بالظبط طيب دي دينك كده كويسة طيب هتلاقي اي وعدات مشكلة تانية اللي هو ايه لو انا عندي تابة من دول هتبقى التقارير تمان فانا عاوز اعمل تقرير العربية وتقرير السيانة بتاعتها او انا عاوز اعمل تقرير يومية وتقرير اسبوعية وتقرير شهرية وتقرير سنوية هتلاقي الموضوع كتير فالتقارير دي اصلا لو احد عاوز اتحط في تاب ويدجت يعني انا منفعش ويدجت واحد زي دي تهاندل التقارير فانا عاوز اعملها في تاب ويدجت فاضطر انا اجيب كمان تاب ويدجت هين هنزهر بقى التعييد اللي هو ايه بص كده فرد تاب ويدجت بتاعتك عشان تاخد كله يبقى لوقت انا بروح من تاب ويدجت هنا هتنقل ولما اجي في واحد هلاقي تحتها تاب ويدجت اللي هو اصلا لو انا متعامل كده انسيرت بيدج افتر انسيرت بيدج افتر مثلا تحس البرنامج كده بقى شكل واش جدا ليه انا هنا ماشي هنا فوق بروح من تابة التابة كويس بس التابة دي لما انزله بلاقي هنا تابات انا اصلا ممكن اطلعه اقبط اضغط على هنا اوم رح ضغط على فوق ارجع اتو ارجع اروح هنا ما بقيتش عملية فالموضوع الهاتي بقى كمبلكس بقى موقع جامد كده محلناش المشكلة احنا كده اعقدنا المشكلة فلما بقى اجي في مشكلة زي دي اقولك لا احنا في حلول تانية كويسة جدا نعرف نحل بان مشكلة هتقولي تبع نحلها ازاي اقولك في حلول اقولك والله لو انت لاحظت مثلا لو انا فتحنا الديزين تعاني نفتح كده الديزين بتاع المشغول احنا نعمله الوالفينال بروجيكت انوه مثلا دروب بوكس فانال بروجيكت اقومش هنا يبقى هو في البروجيكت اقومش هنا نفتح كده الديزين بتاعه احنا بتاعنا نرون ده الديزين لو انت لاحص ان انا عندي تابات هنا اه وانا طبعا عشان خاطر يعني اصلا على خد بالك دي تابت التقارير اللي انا فتحها دي شايف التقارير يعني اللي انا كنت فتحها دي العادية اللي هي اضافة سيارة وكود وصيانة وكلام من ده زي ما احنا عاملين تاب ودجت بس ده لما بدروح للتقارير شايف بيظهر تابات تانية تحتها شايف بقى التعقيد بقى هنا بيظهر كم التعقيد اللي انت شايفه اللي هو المنظر ده ما انا مش عاوزه فانا بقى جانا في الكود بحلي المشكلة دي اللي هو ايه اول حاجة بقوم جانا استغنى على التاب التاب ودجت بار اللي فوق ده باللست ودجت دي فانا شايف اللي انا ضغط اضافة سارة يروح وكود يروح سيانة يروحه طب روحت تقارير يروح طب روحت مستخدمين يروح طب اطلع على الاجارات يروح انا رابطتهم ببعض عن طريق سيجنال سلوت زي ما احنا شفنا في استخدام الديزاينر سيجنال سلوت رابط دي الليست ودجت دي بالتاب ودجت وبقى انا بقى في الكود ام خافي البار اللي هو اللي موجود ده اللي فوق فانت لما متشوفش البار يبقى كن ده كده مش موجود البار ده فايبقى اظهر لك ده عادي في لات تروح للترخيص تظهر لك هنا تروح للسينة تظهر لك هنا لكن لما راح للتقارير الاقي دول بس اللي ظهرين فايبقى كده انا استغنيت عن التعقيد ده عن طريق ان انا استخدمت لست ودجت في الجنب لست ودجت دي عوضت عن التاب ودجت اللي فوق دي يبقى كده البرنامج بدلا ما كان متعقد بقى شكل كويس جدا بقى عند دي استخدامها اصلا سهل هروح لأي مكان انا عاوزه بتقطة كليك واحدة وفي نفس الوقت ان لما انا روحت للتقارير اللي قيتها موجودة فوق واحنا برضه هنشوفها فعليا لما نجي نعمل المشروع وبالمناسبة ده شكل البروجيت تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي يشوفنا الحتة دي تعال نقفل ده ونفتح نكمل استخدم الستيتاس بورج ما تستخدمش المسادي بوكس هيبقى عليك كده دخلت دلوقتي لو انت رجل انت يظهر دلوقتي مستخدم الاب واي حاجة بتحصل في الاب يوم ظهر لك رسالة يضطر تعمل الماوس وتضغط yes او k او cancel الموضوع مش ممتع ليه؟ عشان المشروع عفضة هيظهر الرسالة اللي كانت دلوقتي لو انا عامل في الاب استيتاس بور تحت شاف هنا استيتاس بور في السبليم ايه؟ كتب لك استيت احنا في السطر الفلاني في العمد الفلان ده اللي سيتاس بور اللي هو حطت لك معلومات ما كان ينفعش بقى ان انا كل منزل سطر يوم السبليم مطلع لي message box رسالة ويقول لي ايه؟ ويقول لي انت في السطر فلاني انت بتكرش اكلاس كان زي كده مثلا لو ازي دي ما ينفعش كل منزل سطر يزاهر يقول لي والله انت نزلت سطر جديد لا ده مش عملي اصلا اليوزر كده هيكره البرنامج فانت دايما لما يحصل اي update انت مثلا بتضيف معلومات في ال data base يعني مثلا الرجل دخل معلومات العربية ويسافه ال data base بعد ما ضغطت save مش لازم ازهر له مثلا جي باكس اقول له انت قال عن معلومات saveت لا انا ممكن ازهر له انه قاله والله المعلومات تحافظت بنجاح هو اليوزر اصلا ما يبقى اعرف انه يستيس بور ومجرد يضغط save ويبص ويبص معلومات saveت خلاص ويكمل شغله واحنا نعملها مثلا تختفي بعد خمس ثواني طيب بعد خمس ثواني اليوزر يخبر منها وتختفي ويبقى الموضوع اللي استيس بور نضيف يبقى كده التصميم روعة واليوزر والاستخدام سهل بالمناسبة اليوزر دايما لما بيجي يشتغل لما بكل شخص شغال في الشركة ما بيحبش يستخدم الموز يعني مثلا ده حصل معي فعالية من رحت ال data مرة وبيتشترك وهي اصلا بتسجل معلوماتي ما استخدمتش الموز بتتنقل من حوالي 30 field بتكتب في معلوماتي ما استخدمتش الموز ولا فوحة بتستخدم tab وال shortcut اللي بتاع الكيبورد فانت برضو لازم تاخد بالك من دي ان انت لازم تضيف لليوزر keyboard shortcut ودي بساطة جدا في ال designer اي حاجة انت عاوز تعملها يعني مثلا لو انت عندك button معين وعاوز البطن ده تربوته ب shortcut اهو ده البطن وتعال هنا نزل ال property editor وقف كده على البطن ده وانزل تحت هتلاقي عندك keyboard shortcut لية اهو shortcut اضغط عليه اقول لك اهو press shortcut امت ضغط مثلا command s انا بعد كده لما ضغط command s البطن شايف فعلا ما هتتظهر الزرق بيتم عليه لان انا فعلا بضغط عليه فده نفس الفكرة هتتخذ بالك منها لو انت كل ما تستخدم keyboard shortcut الموضوع هيبقى احسن كتير فهعمل له keyboard shortcut واستخدم الشرط قط الشائعة اللي هو ايه لو انا عاوز يسايف يبقى control s لو انا عاوز افتح فرق ملفي ب control o لو انا عاوز اعمل ملف جديد يبقى control n يعني لو انت روحت الفايل هنا هشايف هنا هينه الكم اه command العلامة الغريبة دي command اللي لازم control فقط control n ملف جديد control o انا هفتح ملف control s هسايف و هكذا فاستخدم keyboard shortcut ستسايل عليك قوي على الدور يعني حاول تخلي البرنامج بتاعك في وندو واحدة لو ده ممكن ما تعملش وندس كتير ما تعملش حاجات كتير المشروب تعالى العربيات ده انا شفت الناس عامله تانية البرنامج بيفتح منه كمية التباط غير عادية المدوقتها ابقى معقد جدا انت لو ويزر وشغال عليها التوق اصلا في البرنامج لكن انا اعمل البرنامج كله في وندو واحد يعني المشروع كله في اثنين وندو واحدة بتعمل login وبتختفي والتانية بتمنش كل حاجة كل حاجة اليوزر عايز يعملها بالlogin باليوزر باليوزر بالبرميشن بالريبرز بكل حاجة انا عاملها في وندو واحدة وده احسن ليك احسن ليك عشان خاطل البرنامج بيان نوكس مهاملش بروس كتير احسن ليك عشان يبقى سهل مستوطم اليوزر احسن لك اصلا في التنقل ما بينهم والتعامل معهم هو برنامج واحد مفتوح هي وندو واحدة بس اللي مفتوح ما تعملش البرنامج في حاجة كتير على قد ما تقدر خلي البرنامج في وندو واحد عمال ليه tab وودجت زهرت عمال ليه الكنتينر اللي هي موجودة هنا و الودجت والحاجات دي كلها زهرت عشان تحاول تخلي دايما الحاجات تجمعلك الكنترولز مع بعض عشان متفردهش في وندوز تاني متفردش في اكتر من وندو تمام الحاجة اللي عليها الدور هي حاجة بسيطة كده بس مهمة تستخدم placeholders يعني ايه؟ يعني لما تيجي مثلا لو لاحظت توضح هنا ممكن نمشي الفيديو شوية لما تيجي مثلا هنا بدل ما انت تحط بدل ما انت تحط هنا الابل وتكتب فيه دخل الURL وتعمل هنا تقول له مثلا اكتب save location طب ليه كل ده انا ممكن نستخدم طول placeholders يبقى شكله احسن وما يخدش منك مكان وكده شكله احسن وانت مجرد ما تكتب هيختفي وانا ما كتبتش هيظهر يبقى شكله كويس جدا فالplaceholders هتسهل عليك الوزر اصلا لما يتعامل مع البرنامج مرة اثنين وثلاثة هيبقى على واحده عارف ان المكان ده بتسهل الحاجة الفلونية فمش يبقى مستحتاج الابل ولا محتاج الحاجة فالplaceholders هتبقى احسن له لعلى الدور دينا الصحة كده تاخد بالك منها من وقع الحان لازم الاول تعمل ديزاين يعني ما تروحش تبدأ بالكود وبعد كده تبدأ تعدى الدزاين او تقول انا هزبط الدزاين هزبط الكود وبعد كده هزبط الدزاين امك انا وانا بشرح الدولود اعملت حاجة كده بس عشان خاطر كان كل غرضي في الكورش ان انا اعلمك بس ازاي تفكر وتركب وتعمل بس فعاليا لما تجدوا صحيح المشروع الديزاين لازم ان يكمل للاخر زي الوب ديفلوب منت بالذات المشروع بيجي بيتعمل له انالسس بعد الانالسس ده بيتصمم الداتا بيس بتاعته وبناء عليها بيتبنى اليو اي بيتبنى الفرونت انت اللي هو الدزاين بتاعه فانت ما تعملش الدزاين غير لما تكون انت مخلص وعارف الاب في كل اللي فيه تعمل دزاين ولما تخلط الدزاين وتوصل للشكل الناي وبناء على الدزاين ده تبدأ تكوت تمام بس دي كانت كل النصائح لانا كنت اعزوا بالك حاول دايما تسمع الفيديو تاني وتاخد بالك من ان انت بتصمم طبعا انت ممكن ان تنسى واحدة عندك انت رأيي تاني في حاجة معينة انت شايفه كويس او هو فعلا ممكن يكون احسن يدي كلها وجهات نظري فانت مع الاستخدام هتلاقي انت فيه حاجة احسن من حاجة وهكذا فتبدأ انت تعرف فعليا تعمل حاجة كويسة حاوزك على قد ما تقدر تبدأ التزاين وتشوف مشاريع معمولة فعليا على التليفون احنا بنمسك الفون كتير نشوف اي حاجة عجبك تاخد بالك منها حاجة زي دي على مثلا اه بتستخدمها على اللاب عندك فتبدأ تشوف يوم مستخدمين ايه عاملين ايه ازاي تبدأ انت تعلم حتة منهم وهكذا ده هيفر معك جدا في التصميم بتاعك بعد بدنا يكونوا الدرس انفود للناس واحدة تسمع مرة تانية وانت مالوقت هتبدأ تعرف الحاجات دي كلها لوحدك تبدأ تستخدمها وتطلع حاجات شكلها كويس جدا اه كان معاكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته